البيتزا هي النار ريحتها اول ما تدخل على الفرن تبتدي تشم ريحة العين وهو توا يبتدي يحترق البهار العشاب داخل الفرن تبتدي تطلع وتشوف البيتزا تنتفخ هاي من احلى الشعور اللي موجود عندي في الماطبخ كل شوي لازم تقعد تفرها لان النار من اتجاه واحد فاحنا نحاول احنا كطبابيخ نعدل البيتزا ونحاول نوزع الحرارة عليها من احلى الشعور اللي موجود خاصة انك تعبت على العجين والنطار تتطور والسوس قاعدت تسويه تشوف هذه القرمشة قاعدة تستوي وتشوف الجبن قاعد يذوب هاي كلها من احلى الامور اللي موجودة وانت قاعد تشوف البيتزا وهي تستوي تحس عقب مجهود وتعب اللي سويتها انك وصلت خط النهاية ليش عندنا فيتزا في المانيو لانها اسهل طبق الواحد يقدر يشاركه واحنا في التي كلاب دائما نحب الاطباق اللي فيها مشاركة ولكن كانت من اصعب الاطباق اني نضبطها بسبب ان كل واحد عنده فكرة معينة على البيتزا ناس تبيها ايطالية ناس تبيها امريكية سميكة وعليها جبن وناس تبيها بحرينية عليها كل شي او ناس اللي سواها في البيت فدوارنا شنو يمزج معاهم كلهم شنو الشي اللي كان بينهم لازم العجينة تكون جيدة جدا وسر اي عجينة هي الوقت كل ما خلينا العجينة ترتاح كل ما كانت اضبط فى راحنا حق الاساس قلنا الاساس هو البيتزا الايطالية فاهناك وين ابتديننا وخديننا راحتنا وخديننا وكنا مع العجينة مع الطم dialogue ومع التوبينجز اللي موجودة عالبيتزا عشان انسوي بيتزا تي كلوب فى فرع الافنيو صارت عندينا أحسن الافران حق البيتزا اللي هي الافران الخشبية فييبنا احسن طحين يبنى احسن خميرة وى بديننا نطور عجينة خاصة فى انا حق التيكلوب عشان نطلع أحلى منتج السوس الطماطس خذيننا وقتنا فيه على نار هادئ عشان اللون ما يتغير يتم زاهي أحمر وما في أشياء زيادة نبني نطلع لون طعم الطماطس الصحيح فيها العشاب اللي حطيناها فيها متوازنة بعدين التوپنجز على راحتكم انتوا تابون التوپنجز مارغاريتا تابون بابروني والله تابون تسويون اللي انتوا تابون تسويونها بحريني ستايل اخذوا راحتكم كل شي موجود عندنا في نيف التي كلاب اشتركوا في القناة